بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معاكم وهان سلاق شعراوي من قناة الفن الجميلة والفن التطبيق النهاردة ان شاء الله برضو هنكمل محاضرات الرسم الهندسي النهاردة هناخد منظور لستوانا لسلندر تعالوا نشوف المنظور ده هتعمل ازاي يلا بين دي الرسمة اللي بده لنا ندينا القطر الاستوانا ستة سنتيو وارتفاعها تسعة سنتيو عزين نرسمها منظور تلاتين فاول حاجة بنقفل الدائرة داخل مربع بالمنظر ده يبقى دي كده اول خطوة عشان نعرف نرسمها منظور لازم تتحط جوم رابع عشان تترسم داخل المنظور بعد كده بنوصل الكطرات بنوصل الاكتر بنوصل القطر ده والقطر ده من السنتر ناخد المحاور المحور الرأسي والمحور بالشكل ده تمام يبقى دي كده الخطوات اللي هنا هنعملها بعد بعد كده بنرسم بقى نجيبه عشان نرسم منظور بنرسم خط افك بالشكل ده وحط عليه نقطة ومن النقطة دي ناخد زاوية تلاتين زاوية تلاتين من هنا وزاوية تلاتين من احد تانية المسافة دي ستة سنتي كيبه نرسم المربع ده ستة سنتي زي ما حاطكم شايفين اهو ونقفل المربع بتانا برضو زاوية تلاتين من ناحية دي وزاوية تلاتين من ناحية دي لو في ايز زيادة بنمسحها يبقى هنا فين زاوية تلاتين وزاوية تلاتين تمام؟ يبقى دي اول حاجة بعد كده ان نوصل اقطار بتاعتنا القطر ده والقطر ده بعد كده هنصف عشان نحصل على المراكز زاوية تلاتين برضو زاوية تلاتين يعني من السنتر هنرسم المحور ده يبقى كده لسمنا المحور بقيت متنصفها هنجي بقى هنا ده هيبقى ميم واحد ده ميم اتنين مجرد ما نوصل بقى كده عشان نحصل على ميم تلاتة وميم اربعة هنجي من ميم اتنين نوصل كده ومن ميم اتنين برضو نوصل لنحيا دي على اللقاء التنصيف على التنصيف ماشي هدينا ميم تلاتة وميم اربعة يبقى دي اول قطوة قبل ما اعمل الدوائر وكل حاجة نطلع بقى بالارتفاع الاول ومدين الله هاته يا كماع دي سع صانتي فا من ايست سع صانتي بالشكل ده ونرسل نفس المقعب او هيدلنا كده حاجة اسمها منشور رباعي منشور رباعي عشان قعدة بتاعاته مربعة شوفوا انا رسمت المقعب الاول الاول منشور رباعي الاول قبل ما رسم الدوائر عشان تطلع كل حاجة مزبوطة تمام اللي انا عملته تحت بيتامن الفين بالشكل ده احنا ممكن نعمل كده شايف النقطة دي اهيه هناخد اسقاط للنقطة دي اهي اللي هو المركز ده رقم كام رقم تلاتة ميم تلاتة وده ميم اربعة تمام اوكي بعد كده نجيب البرجل هنفتح البرجل ميم اربعة ميم اربعة ونبتدى نوصل القوس الاولاني هنيجي عند كده ميم تلاتة ونرسم التاني بعد كده هنركز بقى في ميم واحد ونكمل ونرسم القوس ده بعد كده هنركز في ميم اتنين ونرسم القوس الاخر لتحت تمام يبقى كده عملنا الدائرة لتحت هنركز عندي الاربعة مركز دول ادي ميم واحد وميم اتنين ميم تلاتة ميم اربعة دول الاربعة مركز دي برضو ميم تلاتة اهي وميم اربعة اهي ميم اتنين اهي وميم واحد اهي اللي احنا عملناه في دول اللي عملناه هنا هنعمله هنا هنركز هنا في ميم اربعة القوس ده هنركز في ميم تلاتة ونرسم القوس ده بعد كده هنركز في ميم واحد ونكمل القوسين ببعضهم بعد كده هنركز في ميم اتنين نوصل القوسين دول بالشكل ده بعد كده نوصل عمودي بالشكل ده هنخصل على المنزول للاستوان اه لو انت شغلك مزبوط هتلاقي شاب دي ماشي ما دي بالزبط اهي شوف عمودي ازاي نفس الفكرة هنا اهي لو شغلك مزبوط هتلاقي دي ماشي مع دي وبقى انت كده شغلك تمام ما بخوش في اي غلط وبكده يا جماعة نخلي بقى لنا بس في ملحوظة شايفين القوس الورة ده لازم يبان منقط في السلندر يا جماعة يبان منقط ما يبانش سليم اوكي فانتقلته عشان يبان بس في الفيديو كده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد نورتوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة